وخصوصاً إحنا كمجتمعات إسلامية ومجتمعات عربية وربما مجتمع عراقي دائماً نميل إلى صفة من الصفات التي نراها محببة ونراها وسيلة من وسائل تبرير الآخر للآخر يعني عندما تصادفك في حياتك اليومية أي مسألة من المسائل وتكون وجهات نظر ربما هذه الوجهات النظر هي تكون مغايرة وبالتالي تبحث عن تبرير هذا التبرير هو يعني يوظف تحت لافتة العتاب أو في بعض الأحيان تكون هذه القضية تريد أن تستفهم لماذا لم يقف معك الشخص الفلاني أو لماذا عندما مررت بضائقة مالية أو ضائقة صحية لم تتعرض للزيارة من فلان أو فلان بالتالي وإحنا شوية أهم مجتمعاتنا العربية ومجتمعاتنا الإسلامية غليظة بالعتاب يعني في بعض الأحيان يصل العتاب حتى إلى طبقات مرتفعة من الصوت ونقوم بسرد مواضيع كثيرة وطويلة جداً وربما يتحول هذا العتاب في بعض الأحيان إلى شجار وينتهي بما لا يحمد عقباه بالتالي يقول الشاعر إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه يعني مو في كل الأمور ويكون العتاب حاد ويكون الاستفسار عن وجهة النظر علينا أنه نتقبل بعضنا البعض لكن هي هي سايكلوجيتنا وهي هي طبيعتنا البشرية أمير المؤمنين سلام الله عليه أشار بعبارة رائعة جداً وراقية جداً يقول ما كل مفتون يعاتل